أخي العزيز رغم كل هذه الظروف الصعبة التي تحدثت عنها ونحن نعلم أن ظروف قاسية وصعبة جدا ليس فقط على الشعب الفلسطيني وإنما أيضا على المقاومة الفلسطينية التي تقاتل لأنها بحاجة يعني إذا ما قررنا بين الجند الإسرائيلي ورفاهيته في المعركة وإمكانيته والمقاومة الفلسطيني الذي يعيش من بين الأنقاض ويعلم الله كيف يأكل كيف يشرب كيف ينام كيف يحصل ذخيرته هذه كلها أسئلة مشروعة صحيح ولكن تجربتنا الميدانية تقول بأن حرب التحرير قويلة الأمد حرب التحرير خاصة حينما نقول حرب تحرير شعبية لمعنى مقاومة يعني ليست جيش هي ليست جيش كما قلت ولا يوجد لديها مخازن ذخيرة خط أول وخط ثاني يدمرها العدو وتنتهي لا أنا أعتقد أن هناك 365 كيلومتر هناك 300 انتشار للمقاتلين الفلسطينيين وذخائرهم وإمكانياتهم القتالية منتشرة على مساحة 365 كيلومتر وهذا ليس سرا حتى لا يقول أحد أن هذه أسرار عسكرية هذا ليس سرا معروف في الحروب الفدائية دائما وأبدا أن المقاتل حيثما تواجد تكون لوازمه لأطول فترة ممكنة وهو كيف يدبر نفسه هذا يعود للمجموعات وللخلايا وأنا أعتقد من الصعب على إسرائيل مهما بحثت ومهما فتشت لا يمكن أن تصل إلى هذه المناطق كلها كل مرحلة لها تكتيكاتها لها سلاحها لها استخدامها للأسلحة للذخائر أنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية حتى الآن لم تستخدم كل أساليبها لم تستخدم كل خططها لم تستخدم كل موجودها من الأسلحة والذخائر ما زال هناك ما زال هناك يعني ربما أسلحة هناك خطط لم تنفذ ما دام هناك قوة بشرية المقاتلين موجودين ولكن يعني تنوع تنوع القتال حتى الآن واضح أنه المطلوب هو القتال داخل قطاع غزة ولكن ربما نصل إلى مرحلة الانتقال من القتال في داخل قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة وهذا ممكن هذا ممكن جدا وهناك يعني العديد العديد من الخلايا النائمة الموجودة في داخل فلسطين المهتلة وإسرائيل تلاحقها وإسرائيل تعرف أن هذه الخلايا موجودة فبالتالي أنا بتقديري تطور القتال في قطاع غزة هو الذي يفرض الوسيلة والتكتيك وماذا يستخدم في كل مرحلة نحن في الماضي جربنا جربنا المواجهة مع العدو الإسرائيلي وكان هناك يعني في حصار بيروت على سبيل المثال عام 1982 كنا محاصرين وكان الفدائيين من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية يقومون بعمليات في جنوب لبنان وفي داخل فلسطين المحتلة لم تتوقف العمليات فبالتالي ما زال هناك متسع من الوقت وأنا أعتقد هذا يعود لتخطيط قيادة المقاومة والمقاومين الفلسطينيين متى يشعروا بأنهم بحاجة إلى نقل هذا النوع من العمليات خارج قطاع غزة